هل اللي بيحصل في مصر هو بس المسألة المتعلقة بأمننا الاقتصادي تنميتنا الصناعية نحن نقدر نحن نخرج بره هذه الأزمات بل مش بس نخرج لكن كمان نترقى أو نرتقي اقتصاديا لا خالص ده احنا كمان لازم لازم وده كم من بدري نشتغل على مسألة منظومة حقيقية للتأمين الصحي طيب تعالى ناخدك في زيارة ميدانية من هيئة التأمين الصحي لمجمع لإسماعيلية الطبي حتة مستشفى حتة مستشفى الله العظيم ولا أدخل مستشفى قطاع خاص في الشرق الأوسط حاجة يعني ما قولكش وينضم لنا على الهواء الصديق العزيز الرائع الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ها هو أمامنا يجلسوا مبتسما أهلا يا دكتور أهلا بك يا صديق العزيز يوسف أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام طمننا على صحة التأمين الصحي أنا الأول بس زعلان منك عشان أنت وعدتني النهاردة هتكون معانا ولا عاش ولا كان اللي زعلك أنا جاي جاي كان نفسي تكون معانا النهاردة والله والله أنا كنت أتمنى بس الصيام هدحي لها دكتور وأنا عجزت ربنا يتقبل منك لا إحنا شباب بقى إحنا اتفقنا جيل بتاعنا جيل شباب لا إحنا شباب قوي ما أقولكش بانت معي النهاردة مش عايز أقول قولي إيه الأخبار النهاردة إحنا النهاردة طبعا أولا بشكر فريق العمل اللي مع حضرتك في البرنامج حاجة محترمة جدا يعني هم إن شاء الله يحكو لك بقى على الطبيعة كمان شافوا إيه غير اللي حضرتك هتعرضه النهاردة إحنا في محافظة الإسماعيلية وهي يعني المحافظة اللي جميلة اللي بنعتز بيها بعد محافظة بورسعيد اللي هي النواة اللي كانت في مشروع التأمين الصحي الشامل المحافظة دي بتقدم خدمات قوية جدا عايز أقولك المجمع الطبي زي ما انت قلت كده هو المنشأة الأكثر في عدد الأسرة والأكثر في تقديم الخدمة الطبية منفردة في كل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة لرعاية الصحية عايز أقولك إنه هو المجمع لوحده بيقدم من بداية المنظومة لغاية الوقت اللي احنا فيه مع بعض ده أكتر من مليون ونص خدمة صحية لوحده منفردا في المنشآت التابعة للهيئة العامة لرعاية الصحية المجمع صرح فعلا بما كل ما يعني الكلمة تعنيها صرح طبي نفتخر بيه كلنا كمصريين قبل ما نكون أفراد ومقاتلين في منظومة التأمين الصحي الشامل خدمات الصحية بتقدم على أعلى مستوى عايز أقولك يعني الحمد لله احنا وصلنا لهذا الرقم بتضافر مجهودات كل الناس اللي شغالين في المنظومة مجمع زي ده انت عارف عشان تقدر تخدم الملايين من المنتفعين في المحافظة والمحافظات المجورة اللي ما وصلهاش لسه التأمين الصحي الشامل ولكن بتلجأ إلى المجمع الطبي بالاسمعالية زي بعض المواطنين في محافظة الشرقية بعض المواطنين في شمال سيناء انت عارف المسافة مش بعيدة ولكن يعني بيبقوا على رأسنا من فوق وبنقدم لهم الخدمة من أول ما بيوصلوا لغاية لما بيخرجوا بالسلامة عشان تقدر توصل للقصة دي تضافر مجهودات من أول عمال النظافة وأفراد الأمن لغاية أكبر الأسدزة والاستشاريين والهيكل الإداري داخل المجمع وفرع الإسماعالية اللي بيقدم طفرة في المنظومة الصحية عشان نوصل لهذا الأداء المشرف لصرح طبي نفتخر بيه كلنا زي ما قلت لك كل مصري لازم يفتخر أن فيه صرح طبي يتبع القطاع الحكومي وتقديم الخدمة الصحية بالجودة دي كلنا لازم نبقى فخورين بحاجة زي كده نحن فخورين فعلا إلى أبعد الحدود يعني اللي أنا شايفه قدامي ده دكتور محمد ده تأمين صحي يعني ده أهلينا كلهم القادر أو غير القادر طالما أنه داخل هذه المنظومة يقدر يتلقى العلاج داخل هذا المستشفى أو المجمع الفاخر كده ولو كمان بر المنظومة وكان متواجد في الإسماعالية لأمر شغل أو لزيارة أقارب ولقدر الله حصل له مشكلة أو تعب بيستفيد من الخدمة يوسف أنت عارف إحنا المواطن المصري بغض النظر هو مشترك في المنظومة أو لأ طبعا بنقدم له الخدمة من أول ما بيتعب لغاية لما يخرج بالسلامة فأي حد على أرض الإسماعالية لا قدر الله في زيارة زي ما قلت لك أو شغل أو كذا وتعب خلاص هي هو إحنا قدرنا أن إحنا بنتحمل كل زي ما بيقولوا كده الإخواتنا وأهلنا المواطنين المصريين اللي بيكونوا في على أرض الإسماعالية طبعا مجمع الإسماعالية بيقدم الخدمة من أول طوارق لغاية الرعايات المركزة والعملات الجراحية المتقدمة في كل التخصصات أنا شايف قدامي مستشفى ما شاء الله بيلمع حتة ألماظ حتة ألماظ والشياكة ونظافة ونظام لأنه بطبيعة الحال أنا سمعت من ناس كتير جربوا الخدمة الصحية داخل هذا المجمع مفيش حد إلا وشكر شكرانية غير طبيعية طيب أنا حب البشارة قد عناية بصراحة وبما أننا مقبلين على رمضان فبشرني بأخبار حلوة قل لي مثلاً إن المجمع ده هيبقى فيه منه تاني وتالت ورابع وخامس وهينتشر مثل هادي المجمعات في الدلتة وفي الصعيد وفي السينا وفي السيوة والوقت دي الجديد فرحني يا دكتور زي ما احنا متعودين مع بعض دايماً دايماً بقولك الأخبار الجميلة عشان أيوة كل المصريين يبقوا مبسوطين ويبقوا عارفين إن احنا إن شاء الله التطوير اللي بيحصل والتطور اللي بيحصل في القطاع الصحي بيوصل إن شاء الله لحاجات كبيرة وكلنا إن شاء الله نبقى فخورين بها مجمع الإسماعيلية هو فعلاً كان أول مجمع طبي من نوعه في القطاع الحكومي المجمع التاني هيبقى إن شاء الله في اللقصر وهو مجمع اللقصر الدولي إن شاء الله بإذن الله متبقي في بعض المراحل في التطوير والإنشاءات داخل هذا المجمع وهيبقى حاجة تفتخر بيها الصعيد كله إن شاء الله المحافظة زي ما احنا اتفقنا لو تفتكر في مدخلتنا السابقة قلنا السويس خلاص دخلا إن شاء الله بإذن الله معانا بعد إن شاء الله رمضان والعيد إن شاء الله هيبقى فيها مجمع السويس الطبي هيبقى صرح برضه يعني هنبقى فرحانين بيه جداً 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 إن شاء الله بإذن الله بعد تشغيله هيخدم كل أهالي السويس برضه وهيساعد مجمع الطبي في الإسماعيلية عشان يقدمه حاجة محترمة لإقليم القناة فإن شاء الله بإذن الله هو ده زي ما أنت قلت دي البشرة الصعيد هيبقى فيها مجمع لقصر الدولي السويس كمان هيبقى فيه مساعد لمجمع الإسماعيلية مجمع السويس الطبي حاجة إن شاء الله هتفتخروا بيها وإن شاء الله كلنا كمصريين نبقى فرحانين بوجود هذه المجمعات الطبية اللي بتضم مش بس على المستوى الإنشائي لكن على المستوى الإداري والطبي والتقني في تقديم الخدمة الطبية حاجة تفرح وزي ما أنت قلت الإشهادات اللي بتيجي من مجمع الإسماعيلية على فكرة هي داخلية وخارجية يعني أعتقد ما فيش أكتر من شهادة الأجانب وهم عندنا لما يكونوا موجودين ويقولوا إن إن إحنا للخدمات اللي بنشوفها هنا ما بنشوفهاش في القطاع الحكومي في بعض الأماكن في الدول الأوروبية إحنا بنبقى فرحانين عشان هو ده اللي إحنا بنحارب عشانه جوه المنظومة عشان نوصل إن إن شاء الله كل واحد هو مواطن مصري توصلوا خدمة صحية على أكمل وجه الده وقدودة دكتور نعايز أشكرك وأشكر كل الفريق اللي موجود كل القطاع الطبي والقطاع الإداري اللي شغال في المنظومة دي أنتو حاجة تشرف وحاجة تدعو للفخر وحاجة تحسسنا بالأمان والاطمئنان فإحنا صحتنا ما بين إيديك وتبقى بخير شكرك يا دكتور وهشوفك قريب جايلك جايلك والله أنا خليك ألف ألف شكر إن شاء الله منتظرك يا يوسف يا ربي خليك يا رب تعيش ألف ألف شكر وكل التوفيق والله كل الشكر للدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية